هنا في الحدود البولندية ألاف النسوة الأوكرانيات مع أطفالهن ينتظرن فرصة الحصول على مكان يأويهم ويحميهم ويلات العمليات العسكرية التي تشهدها مدن أوكرانية عدة في هذا الطريق الحدودي وتحديد المعبر ميديكا يتواصل توفد المواطنين الأوكرانيين حيث يواجه معظمهم فترات عصيبة وساعات انتظار طويلة للعبور إلى الجانب البولندي نحن من أوداسا بالأمس سمعنا أنهم يقولون أن هذا كان دفاعنا الجوي لقد كان حقا مخيفا نحن نصلي باستمرار من أجل أوكرانيا جميع أقارب يذهبوا الآن هناك طوابير في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري الجميع يذهبون لأن الوطن بحاجة إلى الإنقاذ بعد ارتفاع أعداد الأشخاص المتواجدين على هذا الشريط الحدودي شرعت المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في تقديم المساعدات لهم ونقلهم إلى المدن المجاورة بعد 12 ساعة من الانتظار وفق شهود عيان رحلة طويلة يتكبدها النازحون الأوكرانيون استغرقت نحو 20 ساعة من كييف إلى لافيف ومنها إلى الحدود البولندية بمسافة 10 كم مشيا على الأقدام الوجهات الرئيسية للاجئين هي بولندا ومولدوفا وهناك أيضا من اختار الحدود الرومانية والهنغارية كمنصة للفرار من الغزو الوشيك للأراضي الأوكرانية فالسلطات الرومانية تقول إنها تستقبل عشرين ألف شخص في كل يوم ومن المتوقع أن يصبح ضعف ذلك في الأيام المقبلة منظمة الأمم المتحدة من جهتها قالت إن أكثر من 365 ألف شخص تركوا الأراضي الأوكرانية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية وبأن ما لا يقل عن 150 ألف أوكراني يلتمسون اللجوء في الدول المجاورة ومن المتوقع أن تتسبب هذه الحرب بنزوح نحو 5 ملايين أوكراني في الأيام القادمة معاناة يخشى مراقبون أن تتفاقم حدتها في الأيام القادمة مع المعطيات القادمة من أوكرانيا وتصريحات المسؤولين في بولندا التي تقول إنها تستعد لاستقبال نحو مليون نازح في الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر